اشتركوا في القناة شكرا لكم يا اهل الخير الله يعطيكم الصحة والعافية معنويات عالية ان شاء الله يارب تكونوا حليتوا امتحان الوحدة السابعة هلأ لو ما حليتوا مش مشكلة يعني بس انه خلوا في بالكم انه لازم يحل لانه صراحة فيها افكار والله العظيم حلوة جد 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 حلوة يعني الله يرضى عنكم يهدي بالكم ان شاء الله الان نبدأ بالوحدة التاسعة شو بنسوي كونها قطعة ايش نعمل المفروض نعرف بنسكر الفيديو مباشرة ونسمع كلمات الوحدة التاسعة يوميا وبعد الفيديو واليوم بالليل بعرفش الدنيا عندكم ايش هسا بالله عليكم نظل نسمع فيهم نسمع فيهم نسمع فيهم الله يرضى عنكم يا رب الله يرضى عنكم هاي سماع الكلمات يا جماعة نص نص شغلنا على سماع الكلمات حفظت الكلمات والله العظيم امورك بتيسر بكثير شلات بعد تيسير بالعالمين طبعا اكيد الله يسعد هالصباح ان شاء الله بنحكي عن قطعة يا الله شو انها سهلة ما شاء الله ما شاء الله يلا هاي من القطعة يلا فيه جبتنا ان شاء الله تعالى نتعامل معها اسمها doing business in china اللي هو العمل في الصين العمل في الصين يعني عمل صفقات عمل المقصود في الصين اوكي الان هون طلاب المحترمين زي اللي هو a kind of dialogue اللي هو حوار ما بين اللي هو شخص بسأل اللي هو المخبر الصحفي بيغض النظر السائل يعني وفيش ذا يتحكي السائل او الصلب الان وفيه عنا اه شخص اخر اللي هو السيد غانم هذا بيحكينا عن تجاربه في الصين الله يا ربي يعطيه الصحة والعافية ان شاء الله ويسامحوا اه ويسامحوا لانه هذا من ما شفناه خلص بعد هيك بلشت الان كورونا وهذا هو مصدر الله الله اعلم هذا اوه وانه مساهم يعني حقيقي او مشجع على الاقل يعني طلاب المؤدبين المحترمين شو بتحكينا سهلة جدا مي ما فيها شي بسحب حاله الشخص من هون وبيقول لك وين على الصين اوكي اوكي الان راح بده يشتغل هناك ويعمل صفقات عمل بسمع بالناس اللي بتروح تجيب والله من بره حاويات وبضائع واي لاخرية فقال لك انا ليش ما اصير زي هيك زي ما بيشتغل بشركة صغيرة شركة جديدة وصغيرة كمان وهو شبيب صغير راح على الصين هناك الان كل فكره راح طالع من حارة لحارة هون من عمان من الاردن يعني الان فلما راح هناك طلوا عليه الصينيين الصينيين هناك الان كثير بيحترموا العمر والخبرة يعني وغالبا ما يرافق العمر بالخبرة غالبا الان فلما طلوا عليه بينهم وبين حالهم قالوا هذا شبيب صغير معقول جاي يشتغل هات جاي يعمل صفقات عمل يعني فجواتهم وقع هيك يعني انه سؤال انه قد يكون ما بنعرف هم هيك بيحكوا الله اعلم هاي من عندي الله اعلم الان قد يكون هذا مثلا بشركة كبيرة وشبيب مفتح هاي زيادة على اللزوم فبسألوا انت بمثل لاي شركة يا ابو الغنم امن عندي هاي الان فحكى لهم انه انا والله شركة جديدة هاي جديدة جديدة وانت جديد فيها مبين انك جديد فيها احكى لهم اقالوا وسلم على جماعتك كلهم الله يقويك ويقويهم يلا مع السلامة ويسعى وحاله الزلامة يروح حالا لو واحد غير لا اله الا الله صباحا غير صباحا نور مساء الخير مساء النور لو واحد غيره اذا برجعون على الاردن فورا بيقول لك عاملين لحجابة قرائبي ما بدمش يا جماعة عمشان الله الزلمة رايح في اشي اسمه لاخذ بالاسباب ما لوش علاقة بالحجب راح الشخص هذا عشان يعمل صفقات عمل الشاب صغير في العمر يعني يعني ما عنده خبرة فالشغلة لا الها علاقة والله انه سحر ولا رجل الو مياه على سيارته وهلا الاشياء هاي كلها المهم برجع بيقول لك انا لو ضليت هيك والله عمري ما اشتغل طب شو الحل الان عمري ما بقدر اتحكم فيه طب شو الحل قال لك بروح ادور على شركة كبيرة زي العالم الناس فبالفعل راح على شركة كبيرة وما شاء الله هالدنيا فتحت له ما شاء الله الان طبعا الان دور قرايب الان بطرقو عين بيرجعوه مش عشركة صغيرة بيرجعوه بالدار في الشغل بالمرة يا رب بسم الله الرحمن الرحيم اوكي doing business in china الان اخواني الله يرضالي عنكم يا رب بيهدي بالكم ان شاء الله الان today اليوم we talk to Mr. غانم احنا بنتحدث مع السيد غانم اليوم reporters بنسميهم هذول مثلا اليوم المخبرين او ناس اللي بتعمل لقاءات يعني الان يعني هاي ما هيسألنا والله على مين بتعود لكن يعني مش غلط اننا نكتب عليها reporters المخبرين الناس اللي يعني بعملوا لقاءات وشيء الان we talk to Mr. غانم احنا بنتحدث مع السيد غانم هذا الشخص يا جماعة اللي هو عبارة عن businessman based in a man اعمال رجل اعمال based in a man اللي هو المقصود انه مقيم في عمان مقيم في عمان هون based in مقيم في هاي منتجات السيد غانم هسأ بتطلع عدوا له ثلاث ثواني هسأ بتكون طالعة يلا يلا طيب هسأ بنرجع هسأ ثلاث اربع ثواني اربع ثواني رقم اربع هاي منتجات السيد غانم اللي جبلنا ياها من هناك هاي من خلال الرسم التوضيحي عشان يعلى قبالنا يعني الان موجود في عمان هو often والذي غالبا ما يزور الصين الان we asked him سألنا طبعا اكيد him اللي هو غانم الان جي غانم we asked him when he first started عندما بدأ اول ما بدأ when he first started عندما بدأ اول ما بدأ doing business with china اللي هو العمل في الصين فبحكي هون الان I've been doing business with china for many years الان انا اعمل يعني المقصود مع الصينيين يعني في التجارة مع الصين او مع الصينيين I've been doing business with china for many years للعديد من السنوات صار لزمان والله مش شغلة جديدة يعني my first trip there رحلة الاولى هناك trip رحلة يعني رحلة الاولى هناك هناك لوين هناك للصين اكيد يعني الان رحلة الاولى هناك طبعا my me I هذا كله اللي هو بيعود على اكيد غانم الان was in 2004 في الالفين واربا الفين واربا and it was not very successful ولم تكن ناجحة كثيرا جدا it was not very successful الان مين هي اللي قت انها لم تكن ناجحة اللي هي اول رحلة the first trip هاي اول اللي هو مستر غانم's first trip الان اذا بدنا يا هاي اللي هو مستر بعدين نكتب اللي هو غانم's الان first trip اللي هي اول رحلة للسيد اللي هو غانم اذا ما كانت ناجحة كثير والله why was it not successful شوف بالله عليك الزلمة بحكي ما كانت ناجحة كثير شوف بالله عليك السوداوية والنكد بالموضوع بمشي بالدم الان بحكوله هون اللي هي هو بحكي بحكي ما كانت ناجحة كثير فهم بحكوله ليش ما كانت ناجحة بالمرة لا اله الا الله بحكي لانا مش ناجحة كثير الان ليش ما كانت ناجحة طيب يعني بقى اشي غريب الان why was it not successful لماذا لم تكن ناجحة من هي الاتهاي اللي هون اللي هي السيد مستر غانم's first trip ليش ما كانت ناجحة حب الله يا ابو الغنم فبيحكي لهم I worked انا عملت I worked انا عملت فو a small computer company ان امان كنت اشتغل في شركة small هلا هون سماها small اللي قد دام شوي بحكي عنها new جديدة ما بتفرق ما بتفرق الان I worked فو a small computer company ان امان they sent me ارسلوني من هم they sent me لي a small computer company طبعا هون they ما في داعي الان نقعد يعني والله انه they هم المسؤولين عن الشركة ولا مدرس الشركة خلص they اللي هي small computer company الان الشركة ارسلتني يعني المعروف ضمنا اللي هم المسؤولين عن الشركة الان they sent me ارسلوني to China للصين when it was still quite young لما انا كنت when I was still quite young كنت لا ازال شباب شاب صغير معناته هون شو نكتب هذول اللي هون اللي هم اسباب ايش the reason behind نق الان الان الاسباب من وراء عدم اللي هو نق being successful اللي هو عدم يعني عدم النجاح او اللي هو اسباب من وراء الله يبعد عنكم يا رب الله يبعد عنكم يا رب الله يبعد عنكم يا رب اللي هو failure failure اللي هو الفشل الان اذا هون اسباب اللي هم الفشل الان في اللي هي الرحلة الاولى انه الشخص هذا كان بيشتغل اللي هو فيه شركة صغيرة في عمان والآن أرسلوه لهاي اللي هي المهمة لما كان هو لسه شبيب صغير إذن في عنا سببين بس هون طلابي بدنا كثير ننتبه لشغلة الآن يعني هيك الأصل إنه كلنا لازم نعرف إنه لما يجوا يحكوا لي والله أعطيني أسباب عدم النجاح ما بحكي له I worked أنا ما إلي علاقة He worked إذن هو عمله ما في داعي طبعا الطالب يتعمق الزيادة وبيحكي كونه بيحكي عن حاله I worked فإحنا بدنا نحول الآن He had worked لا أكيد لا الآن اللي هو أول سبب اللي هو إنه كان بيشتغل في شركة They sent me No They sent him لازم تصير أرسلوه إلى الصين When I No When he Was still quite young إذن هاي اللي هون حتصير اللي هي هي لما نيجي نحكي الأسباب الآن إنه هو اشتغل في شركة صغيرة وأرسلته للصين لما هو كان شبيب صغير Okay When he was still quite young طيب الآن If only the company يعني لو بس هالشركة الله يهديهم If only the company had realized that لو بس إنه هالشركة يا جماعة أدركت معناها الشركة ما أدركت الشركة ما أدركت If only the company had realized لو إنه بس هالشركة أدركت يا الله معناها الشركة ما أدركت هاي هاي إلها قاعدة اللي هي قاعدة الوحدة التاسعة قاعدة الوحدة بتسطل الوحدة التاسعة قاعدتها والعاشرة أوهوهوهو إشي خيال والله إشي بجنن الآن التاسعة مواضيع حلوة حلوة جدا يعني أنا أشعر الآن إنه الفصل الثاني قواعده عن جد بتجنن يعني سواء من الدرس المقارنة الانديريكت للإمبارسنالباسيب للإف أون لهذا اللي هو إشي إكسبرسي إجريت اسمه أو شيء فهذا حيمر علينا يعني ما بديش أكتب هسا عليه شو أصل الجملة هاي لأنه حتمر علينا في الدرس تمام لأنه خلاص المفروض إنه ماشيين على خطة معينة فهيدروس بتجن طبعا فش داعي هسا بينك و بين حالك أو بينك و بين حالك اللي يطعزوك على هيك إنتدر شايفهم حلوين والله ما نعرف وين الحلو فيهم المهم if only the company لو بس أنها الشركة had realized أدركت إنه الشاينيز الصينيين respect age يحترموا العمر respect age في كلمة بمعنى يحترم كتبوها لكم مش للوزارة ما حتسألكم عنها الآن هاي اللي هي steam بمعنى يحترم طبعا في كلمة appreciate بمعنى كمان يقدر أو يحترم الآن الشاينيز بيحترموا العمر and experience واللي هو الخبرة يعني more than youth أكثر من اللي هو أنه يكون شخص شاب يعني صغير more than youth أكثر من الشباب لأن هاي الكلمة هاي اسم هاي اللي هي noun noun حطوا عليها بالله عليكم noun أكثر من اللي هو الشباب طيب الآن did you make any mistakes on that visit بالله غاني بالله انقلبك عملت أخطاء في الزيارة هذيك انت ولا لا did you make any mistakes on that visit هلعملت أخطاء في تلك الزيارة يا أبو الغنم فبيحكينهم yes نعم I wish I had researched أتمنى لو أنني بحثت الآن طبعا وصلوا make my mistakes يلا يلا طلاب المحترمين صباح الخير صباح النور مساء الخير مساء النور وصلوا make my mistakes الآن yes I wish I had researched الآن يعني صراحة بتمنى لو أني بحثت بالشينيز culture بالثقافة الصينية before I visited the country قبل زيارة البلد آه والله لو يعني هو بحكي هنا بما معناه أني لو بحثت بأنه ذلك الجماعة بيهتموا في الخبرة ويهتم وكان ما غلبت حالي وروحت مثلا مثلا يعني طبعا لو يعرف من أول راح يروح لازم يروح لازم يروح لماذا يروح فلان ثاني من الشركة لا حتى لو خبرة بد يبني مستقبل وقت يلا I wish I had researched يعني أتمنى لو أنني بحثت بالشينيز culture before I visited the country قبل زيارة البلد أوكي أوكي الآن I wish I had researched حيمر معنى أنه الها وظيفة أو شو عصلي لزم لها كله في وقته إن شاء الله كله في وقته الآن in order to be successful in China من أجل in order to يخي زمان مرت علينا هاي في التأسيس زمان زمان in order to سعر 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 in order to be successful in China لتكون ناجحا في الصين you need to earn their respect يجب أن earn their respect يجب أن تكسب احترامهم earn respect وصلوها مع بعض دوسيت الحفظيات هاي يخوي ويختي دوسيت الحفظيات earn respect الآن يجب أن إيش earn their respect لازم تنال احترامهم تكسب احترامهم Chinese business people رجال الأعمال الصينيين will always ask about دائما رح يضلوا يسألوا دائما ما في داعي نوقف عند always هون ما هي مضارع وكذا في شغلات هيك اللي حالاقة بالانجليزي باللغة كلغة الآن بالمنطق هون رح دائما يضلوا يسألوا always ask about ask بيجي معها about الآن رح دائما يسألوا عن a company successes عن نجاحات الشركة عن نجاح شركة دائما في الماضي يعني اللي هو track record الآن شو سجل للنجاحات آه طبيعي جدا طبيعي جدا هلأ أي شخص مثلا معين بيروح يتوضع فظيفة معينة غالبا الشركة المستقبلة الجديدة هاي غالبا بدأت تسأل شو الخبرات اللي عندك شو اشتغلت شو عندك خبرات معينة شو شيء الآن هاي اللي هي الأشياء الرئيسية اللي بيسألوا عنها يعني إذن دائما الصينيين بيسألوا عن الخبرات في الماضي however إلا أن وظيفة however إيش جيد جيد showing a position هاي وين هاي بالفصل الأول الآن طالب هسا ما كان معي الفصل الأول الله يحميكم يحميكم بجاه الله ولسه لغاية الآن كل ما أمر على كلمة however بصهم نفس الصفنة هاي طب ما يروح يحفظوا سيدة الحفظ تاعة الفصل الأول ما يروح يسمعهم اللي فيها الفصل الأول ما يروح يسمعهم ويحضرهم الله يرضى لي عنكم يا ربي يهدي بالكم إن شاء الله صباح الخير صباح النوم مساء الخير مساء النوم الآن however الآن because I worked لكن كون اشتغلت بشركة جديدة صراحة I worked for a new company I could not talk about its track record لأن اشتغلت بشركة جديدة now notice هون حكى شركة جديدة وهناك شركة صغيرة هي نفسة نفسة I could not talk about ما قدرت أحكي عن I could not talk about ما قدرت أحكي عن its track record اللي هو سجل الإنجازات أو النجاحات هون لنا وقفة ومستطيل محترم عليها track record مهمة أجت وزارة ولا تزال مرشحة تجيكم وزارة انتبئوا الآن its track record الآن its track record الآن يعني سجل نجاحاتها سجل نجاح اسمه هذا أو معناه سجل نجاحات مين اللي هو الشركة الجديدة a new company إذن ما قدرت أحكي عن now notice ask about talk about ما قدرت أحكي عن we did not do any business deals on that first trip ما عملنا صفقات عمل ما عملنا مين إحنا ما عملنا يعني هو الشركة قصده الآن we did not do any business deals ما عملنا صفقات عمل on that first trip ما عملنا صفقات عمل فيها أو المفروض ما حكاش we didn't المفروض حكى I didn't بس سبحان الله سبحان الله تسأل الله يحميكم بجاه الله يا باي شو باللوم الآخرين يا الله والأشياء يا ربي دخيلك بس تسأل الطالب الآن بيكون نزبط بمادة ومادة ثانية ما زبط فيها لسوء الحظ يعني رغم لي فيش حظ بدنا عش نخوض بالتفاصيل آه شو الوضع بالمادة هاي هو بيقول لك انجحت الحمد لله رب العالمين آه طب المادة الثانية رسبوني والله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم لما نجحت انت نجحت ولما رسبت هم اللي رسبوك ما بيحكي والله انجحت وهناك رسبت أو هون نجحوني وهون رسبوني لا انجحت هناك رسبوني ويقطعهم كانوا ظالمين سبحان الله باللحظة هاي تحديدا الآن هذا بيقول لك احنا والله ما زبطناه طب انت لحالك انت ليه شو دخل الشركة اللي معك الشركة المدير هنائم فعلنا افترض الآن انت المفروض لحالك تعرف انه والله تدخل للثقافة الصينية واشي يلا مش مشكلة يلا الآن طب انت بالله يا ابو الغنوب متى تعلمت الآن ان تكون ناجحا في الصين متى تعلمت ان تكون ناجحا في الصين متى الآن متى انت تعلمت إنك تكون ناجح في الصين I joined على بدي يحكي عن إيش عن نجاح في الصين زل ما رجل أعمال وأول رحلة ما كانت صح I joined a larger company هاي اللي هون بنحط عليها رقمها إيش واحد And they sent me in a cultural awareness course هاي اللي هون هاي رقمها بنحط عليها اللي هي اثنين الآن يا طلاب المؤدبين المحترمين I joined a larger company أنا انضميت لشركة كبيرة I joined a larger company Now notice my dear لاحظوا الآن كلمة اللي هي joined مع كلمة company أنا انضميت لشركة كبيرة And they sent me وأرسلوني مين هم ذي اللي هما الشركة الكبيرة هاي اللي هي a larger company They sent me on a cultural awareness course وأرسلوني إلى Cultural awareness course اللي هي دورة توعية ثقافية Awareness course دورة توعية ثقافية لاحظوا يا جماعة الخير لاحظوا ملاحظة هاي اسم بس هاي كمان كمان هاي اسم آه الآن ما بنحكي والله الدورة الواعية الدورة التوعية لاحظوا بالله عليكم لاحظوا هالملاحظة هاي اللي هون لاحظوا هون اسمين متتاليين اسمين متتاليين أو متتابعين الآن إذن أرسلوني أنا cultural awareness course اللي هي في دورة الآن توعية ثقافية طيب هاي اسم نرجع لهم طبعا on my next visit to china في next visit زيارة الثانية للصين it felt as if I hadn't known anything on my first visit it felt as if الآن it felt as if يعني بمعنى بدى الأمر وكأنه بدى الأمر وكأنه يعني بلا عليكم بلا عليكم طالعوا طالب درس الوحدة السادسة شلفك شلفك على السريع خلصها الآن بعد هيك لسبب معين حط عقلوب رأسه صح ورجع عادي لوحدة السادسة بحذافيرها بمراجعة صح الآن لما تيجي تسأل الطالب هذا مثلا آه كيف طم شو الوضع بيقولك أوه والله ولا كأني مر عليها من أول ولا كأني بعرف شي بالمرة نفس حرفيا هون الآن it felt as if يعني بدى الأمر وكأنه ولا كأني بعرف I had not known ولا كأني بعرف أي شي في الزيارة الأولى يعني كأني راح يجيب هدايا يعني لما أخذ له قائمة كبنت عمه ولاد عمه وأهله وخوانه وخواته وصغار والكبار كله كل واحد يجي يسلم الآن ويطاوش ومرة نجيب له فلان ولا ما لا لا ما نجيب له هذا ما جاش علينا لا ما نجيب له هذا ما في بينه وبينه يعني هيك يعني راح الزيارة ما بده يجيب هدايا مش فاضي هناك لا يعمل صفقات عمل ولا إشي إذن بدى الأمر وكأنه I had not known anything on my first visit في زيارة الأولى ولا كأني بعرف أي إشي في زيارة الأولى حلق واحد واثنين إنه أنا نضميت لشركة كبيرة وأرسلوني كذا كذا هاي اللي هون هي مش منسميها أسباب نجاح لا هاي اللي هون طلاب يعني ممكن أسباب من اللي ساهمت في النجاح بس هذول اللي هون إيش الأشياء اللي يعملهم إيش هذول اللي هون after الأشياء اللي يعملهم after الآن the first visit الأشياء اللي يعملهم بعد الزيارة الأولى طب بالله عليكم لو جاب لك أعطيني الأشياء اللي يعملها قبل الزيارة الثانية نفس الشي إذن هذول نفسهم هاي هو اللي يعملهم before قبل the الآن second visit قبل إيش اللي هي الزيارة الثانية طب بالله عليكم لو سألكم شو عمل بين الزيارة الأولى والزيارة حيكون نفس الشيء إذن شو اللي عمل شغلات قبل الزيارة الثانية أنه انضم لشركة وأرسلوا لدور التوعية الآن انضم لشركة كبيرة معناته خلص انحلت مشكلة إيش اللي هو التراكي كورد سجل النجاحات الشركة كبيرة هاي أرسلوا لدور التوعية ثقافة صينية معناته الشخص صار عنده شوي خلق معناته أمور جاهزة الآن فوالله لما روحت ولك كأني بعرف إشي بالمرة عن اللي هي الزيارة إيش اللي هي الأولى تمام تمام طلاب المحترمين المؤدبين الآن what advice can you give what advice can you give ما النصائح التي تعطيها what advice can you give شو النصائح بالله يا غانم اللي بتعطيها للناس wanting اللي بدهم يعني to do business in China بدهم يعملوا في الصين يعملوا صفقات عمل في الصين أعطيناها أتلك كم من نصيحة بالله عليك شو بيس سوي بالله طلاب المؤدبين شو رأيكم بالاختراح موافقين موافقين تمام تمام إنه تكتبوا هون الآن do you mind الآن طبيعي نكون يعني ناسين بس اللي فيكم بيحل السؤال بيكون شعلة نار من الدرجة الأولى ما شاء الله يلا معكم ثانيتين تحلو خلص الثانيتين do you mind do you mind do you mind telling me طيب الآن خطوات طبعا أنه أفاهمي لا telling me اغتسر اغتسر شغلات اللي كنا نحكي فيها الآن هون إيش الله يرضى لي عنكم يا رب بننزل اللي هو what advice يا رب يا رب يا رب يا رب هتكونوا حليته هيك يا الله what advice بعدين نروح فاعل بعدين نرجع المساعد what advice you can وبتكمل للآخر الآن هاي اللي هي طبعا بالآخر علامة سؤال أكيد إذن do you mind telling me what advice what advice الآن you can هلا do you mind telling me telling us مش موضوعنا أكيد يعني بس هي هيك الحل يا رب تكونوا حليته حتى لو ما حليته هيك عادي بس اللهم إنه إيش إنه هسا تكونوا ذكرتوا شو اللي بدنا إياه الآن شو النصاحب الغنوم اللي بتعطيها بالله للناس الآن فبيحكيه لنا هون الآن before I visit a company قبل زيارة الشركة before I visit a company قبل زيارة الشركة I send recommendations أرسل توصيات I send recommendations أرسل توصيات from previous clients من زبائن سابقين previous clients من زبائن سابقين يرسل توصيات كيف يعني اشتغل الآن مع الشركة الفلانية عمل صفقة عمل مع الشركة بغض نظر بالأردن أو برا الأردن بيروح انبسطوا منه الجماعة بيطلب منهم طلب بالله ممكن بعد ذلك تكتبوا رسالة توصية شو يعني رسالة توصية أنه والله أنه اشتغلنا حمان غانب وكان ملتزم وكان كذا وكان كذا وكان كذا الآن هذول كل رسالة توصية هذول الآن لما يقرأ عمسين من الناس بيقول لك آه والله يعني مثلا طالب من طلابي الآن طلب مني رسالة توصية على سبيل المثال بدي يدرس مثلا في برا الأردن مثلا مثلا الآن لما أنا أوقلوها بشكل رسمي وكذا وخلاص أعطيها بشكل رسمي كل شيء الآن الجهة المقابلة بيقول لك والله هذا درس ومثلا شخص تطلع الأستاذ شو كتب فيها أو دكتورة أو بغض النظر أخوه أو اللي هو شو كتب فيه كذا وكذا وكذا فهذه المفروض اللي هي رسالة توصية أوكي الآن فهون بيحكي لي وإرسل توصيات من اللي هم الزبائن السابقين previous clients I also send أنا أيضا أرسل business card اللي هي بطاقة business card بطاقة الأعمال business card الآن with my job position بيكون عليها اللي هو بمعنى المسمى الوظيفة يعني الآن شو وظيفته طبعا يعني بكل تواضع بس المنطق بفرض نفسه هل لما بدي يروح مثلا مثلا إذا كان مدير يختلف عن موظف عادي عن رئيس قسم عن مثلا مدير فرع مثلا عن اللي هو شخص عادي جدا الآن يعني بتعرف وهي أمور طبيعية أكيد يعني إذن هون بيرسل اللي هو المسمى الوظيفة أنت والله مستلم رئيس قسم معناته ووضعك ممتاز أنت مدير الشركة أنت المالك أنت كذا الملكة ربنا عز وجل and qualifications ومؤهلات translated into الآن مترجمة إلى translate بيجي بعدها اللي هي أنت مترجمة إلى Chinese إلى الصينية الآن هون في عنا اللي هم شغلتين هذول لازم نحدد عليهم الشغلة الأولى أنا هون اللي هي قبل زيارة الهاي من هون بل شو هاللي هي I send I send recommendations from previous clients هذا واحد ونمبر two اللي هي I also send my كذا 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 للآخر this is this is number two طلاب المؤدبين المحترمين can you tell us about your last meeting in China بتقدر تحكي لنا عن آخر زيارة إلك في الصين طبعا آه ثواني ثواني qualifications مستطيع حطيناها قبل هالمرة كثير مش مرة ومرتين الآن can you tell us about your last meeting in China تحكي لنا بالله إنه عن آخر رحلة في إلك في الصين of course بالطبع ما عندي مشكلة I arrived on time وصلت على الوقت I arrived on time وصلت على الوقت You must not arrive late يجب أن لا تصل متأخرا as this shows disrespect يجب أن لا تصل متأخرا as this shows لأن هذا يبين disrespect بعيد عن ما سمعكم الطيبة عدم احترام قلة احترام يعني يجب أن لا تصل متأخر إذا نزل ما هذا وصل on time وصل على الوقت هذا اللي هون يا طلاب المؤدبين ممكن نعتبر هذا habit اللي هي عادة من عادات الصينيين أو ممكن نعتبر قانون من قوانين الصين الآن هذا اللي هون habit أو rule يجب أن لا تصل متأخرا لأن هذا يبين عدم احترام هل الطلاب المؤدبين هذا بعيد عنكم يبين عدم احترام الآن هذا يبين هل هو عدم الوصول متأخر أو الوصول متأخر الوصول متأخر إذن هذا تعود على لأن to arrive late أو arriving late وهذا الضمير يا الله شو إنه مهم جدا طلاب المؤدبين صباح الخير مساء الخير صباح النور مساء النور الآن يا جماعة you must not arrive late as this shows disrespect لأن هذا يدل على بيد عنكم على عدم احترام عندما قابلت مدير الشركة الآن صافحت باليد صافحت بكفي بكفي الآن صافحت باليد الآن I shook hands with him gently الآن صافحت باليد برفق برفق I shook hands الآن shook hands مع بعض اللي هي to shake يعني اللي هي to move one's hand اللي هو إيد الإنسان الآن من باب greeting التحية يعني I shook hands with him gently الآن صافحت بأدب بلطف I began the meeting by making small talk أنا بدأت الاجتماع by making small talk بالتحدث يعني حديث قصير about my interesting experiences in China بدأت الحديث الآن هاي طبعا ما في أسئلة هون يعني الشغلات جدا واضحة صراحة في القطعة هاي كثير مستوى دون التوجيب صراحة يعني الآن ننتبه لهذا أنه قانون المصطلحات إذا بتلاحظوا هاي فيها كثرة من المصطلحات الحفظيات يعني هون كمان هذا مصطلح حفظيات make small talk مثلا الآن اللي هو عملت هيك حديث يعني بسيط عن interesting experiences عن خبرات الحلوة في الصين يعني اللي هو بداية الحديث دايما يعني لما اثنين لأول مرة يلتقوا الأمور والصح والجو والله سبحان الله اليوم دايما نحكي عن الجو دايما الآن فهون اللي هو عن اللي هي in China خلال الاجتماع الآن during the meeting الآن I made sure كنت متأكد that my voice and body language were calm and controlled الآن my voice صوتي and body language body language لغة الجسم were calm and controlled كانت calm الكامل اللي هو الصوت كان هاد يعني زي صوتي عن نفس هاي الاشي الآن and control ومسيطر عليها يعني body language قصده يعني في ناس بتعرفوا يعني وعنا قد أكون لا مش قد أكون لا أكيد الآن يعني يظل هيك إيديا يروح ويجو وهذا هو قاعد بيشتغل ويشرح مثلا وإشي فهذا كان اللي هو يعني اللغة الجسم عنده كثير يعني هيك body language كثير controlled وكان صوته كثير يعني زي صوتي حاليا عادي هاي مع هاي أنا ما ما مزحت هناك لأن هذا may not be translated correctly or could cause offense لأن هذا قد لا يترجم الآن بشكل صحيح أنا ما حكيت ما حكيت ما نكدتش هناك أكيد ورايح هناك والله بدين نكد والله مرة واحد يا جماعة وشو بدي ترجمة هاي للصينية هاي ما رح تطلع عندهم هناك أو رح يعني يضحك أوكي يعني يعني تعرف طبيعة البني أدمين يعني I never told the joke أنا ما مزحت هناك as this may not be translated لأن هذا قد لا يترجم مين هذا اللي قد لا يترجم اللي هو إما telling إخبار اللي هي النكتة يعني أو النكتة نفسها اللي ممكن لا تترجم الآن كمان الضمير هذا مش قليل بس يعني نرجع ونحكي هذا الضمير هو الأهم أكيد يعني الآن هذا قد لا يترجم بطريقة صحيحة أو من الممكن could cause offense ممكن إنه يسبب إحراج هذا مصطلح خرافي ديروا بالكم مهم فخم جدا هذا المصطلح ممكن إنه يسبب يعني إحراج يعني بيحرج حاله كثير يعني طيب الآن was it successful meeting بالله بالله يعني بالله عليك بما معناه يعني بالله عليك كان اجتماع ناجح هذا اللي أنت بتحكي عنه هذا آخر اجتماع was it الآن it هون اللي هي the last meeting يعني آخر اجتماع بالله بالله عليك يا غانم هل كان هذا الاجتماع ناجح ولا لا آخر اجتماع هذا الآن بحكي yes تواز نعم إنه وكان ناجح اللي هو آخر اجتماع I knew أنا كنت بعرف تماما أن المدير had researched بحث عن شغلي وعن وضعي my business thoroughly بشكل شامل بشكل شامل بشكل كامل بشكل كاف بشكل واف الآن before the meeting قبل الاجتماع يعني كنت متأكد إنه كثير بحبش علي هون وهون كذا يدور على اسمي وكذا وشو وضعه So I was prepared كنت جاهز for his detailed questions لأسئلة التفصيلية أي سؤال هيك ممكن يسأله سؤال صعب كذا كنت مجهز أموري ألف ألف الآن لأسئلة وأسئلة مين اللي هو the director أكيد المدير when I began negotiating يا سلام هون في كلمتين ثلاث شو إنهم مهمات الكلمة هاي للأهمية الكلمة هاي للأهمية قبل ما والكلمة هاي للأهمية هاي الفقرة الأخيرة هاي فيها ثلاث كلمات نار هذول when I began negotiating عندما بدأت التفاوض I started with the important issues بدأت بالقضايا المهمة يعني بدأت بالشغلات المهمة الآن the Chinese الصينيين believe in avoiding conflict شو رأيكم يا مؤدبين نروح على هذا اللي هون ونكتب عليه اللي هو كمان rule أو habit كمان هذا عادة من عادات الصينيين ممكن ترى نحكي كمان عادة من عادات الصينيين they respect age and experience مثلا بقوا ما حيطلب بواحد أو اثنين بالكثير الآن الصينيين يؤمنوا believe in avoiding conflict يؤمنوا بتجنب الطوش والخلافات والمشكلات والهذا وإحنا الحمد لله كمان نؤمن في هذا الشيء الحمد لله كثير نؤمن في هذا الشيء والدليل على ذلك الآن كلام أنيتة على ذمة أنيتة قالت بقطعة جام جوردينيان قالت الناس اللي هون بتناقشوا وعمرهم ما طاوشوا على ذمتها الآن it's always important كثير مهم إذن conflict معناها نزاع خلاف نزاع أو خلاف avoiding تجنب الآن it is always important to be patient كثير مهم إنك تكون صبور عندك صبر الآن كثير مهم إنك تكون صبور it's always important من المهم طب شو اللي من المهم آه to be patient إذن الإتاية هاي اللي هون بتعود على to be patient I was prepared to compromise يا الله ما أجمل هالكلمة أنا كن جاهز to compromise compromise أصل إلى تسوية أصل إلى حل وسط هنا في ناس unfortunately يعني ما ما بعرف أي شي سيء بحكيه قد أكون أنا ممثله ما لا أبرق نفسي يعني الآن في ناس يا جماعة بتكون one way ticket يعني شو ترجمة بالعربية والله ما بعرف one way ticket يعني بيكون يستقبل أو برسل يعني إنه المخو ناشف شوي هيك difficult يعني difficult مش صعب هون بمعنى تنح يعني الآن خلص رأيي أنا وما عدا ذلك كله غلط لا لا مش هيك أكيد مش هيك لازم يكون في عندك a kind of give and take اللي أخذ والعطي يعني give and take حلو a kind of give and take تأخذ وتعطي يعني الآن إذن هون I was prepared to compromise الآن كنت جاهز إني أنا أعمل تسوية يعني نصل لحل وسط يعني so in the end في النهاية the meeting was successful الاجتماع كان نازح ما بعرف يعني if you have noticed إذا لاحظتوا يعني إن شاء الله تكونوا أكيد لاحظتوا القطعة جدا بسيطة وجدا سهلة وجدا جميلة ترا هيك القطعة أغلى والقطعة اللي ظلت خلت كل كلام فاضي يعني مش إنه كلام فاضي من باب الاستهزاء لا سمح الله من باب إنه نرتاح يعني ترتاحه يعني الآن بس اللهم إنه إيش إنه نحاول يعني ندرس نشتغل نشتغل هلأ خلصت القطعة هاي في خيار لللي حاب يراجعها نكتب على اليوتيوب نكتب اللي هو اللهم صلى الله عليه وسلم محمد دوينج بزنس إن شاينا خالد عجب يطلع لنا أكثر من فيديو فيه إشي بيكون مكتوب عليه مراجعة أو تذكير لللي حاب مدته ما بغرف عشرين 22 دقيقة شيء زي هيك فبيكون فيه الشغلات اللي هي أكيد اللي هي المختصرة يعني الكور اللي هو جوهر القطعة كاملة طلاب المحترمين صباح الخير صباح النور مساء الخير مساء النور الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب نلتقي في إجاباتها إن شاء الله قريبا جدا يعطيكم ألف عافية يا رب أننفضوا النوم وهبوا للعلا فالعلا وقف على من لم ينم الله يسعدكم يسعد مساءكم يرضى عنكم إن شاء الله ويوفقكم يا رب ويهدي بالكم إن شاء الله سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ربي يجبر خاطر طلاب إن شاء الله ويجبر خاطر فيهم اللهم أمين لأنه زي ما أنتوا تنتظروا الآن علاماتكم وهذا في غيركم كمان ناس بينتظروا الله يرضى عنكم يا رب يسعدكم إن شاء الله ودائما وأبدا حليفكم الشيء المتميز بغض النظر اللي بيختار لنا يا رب العالمين هو دائما الأفضل وهو دائما الأكثر تميزا بس رب العالمين يطلب منك أنك تشتهد وتتعب على حالك وتشتغل 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 لأنه نحن قوم لا توسط عندنا لن الصدر دون العالمين أو القبر يا إما في الصدارة نعمل قصارى جهدنا يا إما في القبر اللي هو مجازا نضل نحبو حبا على الأرض لا سمح ولا قدر الله من الله في البد يا رب الله يحميكم شكرا لتحملكم شما لي تحمل صحيح هاي الآن يتحمل معناه يتحمل 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 كتبتوها كتبناها يعطيكم العافية أهل الخير سلام عليكم اشتركوا في القناة